اي معنا في الشول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الان بالنسبة لموضوع الصور في الحسوب. فالصور بتتخزن في الحسوب باشكال متعددة وباحجام مختلفة. ولذلك الصور في الحسوب ما بتكونش كلها نفس الحجم. حتى الكاميرا بتاعت الجوال عندك. لو لاحظت انك قبل هيك يعني تشوف احجام الصور اللي انت بتصورها بكاميرا الجوال مش هتلاقي الصور كلهم زي بعض. فممكن تلاقي صورة اتنين ميجا وصورة تانية ثلاثة ميجا حجمها. والاختلاف هذا طبعا اه بيرجع ليه? اختلاف طريقة تخزين الصورة وطريقة اه حفظها وطريقة او طريقة ضغط الصورة. فاحنا ما بدناش هلقيت نحكي في الضغط بس بنا نحكي في موضوع الالوان بتاعت الصورة. ومش الوان الصورة اللي هي مقصود فيها اللي هي انظمة الالوان. وانما الوان الصورة من حيث التخزين. كيف انه الصورة بتخزن الوانها في الحاسوب. وطبعا هذا الو مغزى ابعد من موضوع اه التجربة العملية اللي بدنا نعملها. بمعنى انه هناك بيكون ناس مثلا بتصمم مواقع انترنت. ومواقع الانترنت هاد اللي بتصممها بيطلبها مثلا ملايين الناس. يعني لو بدنا نمشي في سيناريو عشان اوريكم قديش الموضوع هاده الو اهمية. وبيمس اه اهل الوساط المتعددة بشكل مباشر. في الواقع العملي. فانا لو بدي افترض انه عندي موقع الكتروني. الموقع هاده بكون الو صفحة رئيسية. والصفحة هاده اه مثلا حجمها واحد ونص ميجا. طبعا كيف هم بيعرفوا حجم الصورة? فيه الادوات بقيسوا منها حجم الصورة. الناس اهل الاختصاص يعني بيشتغلوا في هاي القصة. وممكن لو لو يعني الفصل ضل فيه وقت وطلبته مني ناخد يعني جاولة على القصة هاده باعلمكم اياها ممتازة كتير يعني. بس هاده بتفيد الناس اللي يعني من الوساط اللي بيشتغل مع مع المصممين المواقع الانترنت. الان لو افترضنا انه هاده الموقع زي جوجل مثلا موقع ما هو. بزوروا مثلا كل يوم عشر تلاف زيارة. العشر تلاف زيارة هادول بيجوا عالصفحة الرئيسية. فبالتالي على الالة الحاسبة لو انت بدك تضرب واحد ونص ضرب عشر تلاف هيطلع معاك خمسة عشر الف. خمسة عشر الف ميجا. لما تكسيمهم على الف واربعة عشرين. اكم بطلعو? اربعة عشر وستة من عشرة جيجا. يعني كل يوم صاحب الموقع هادا. هيكون عنده استهلاك اربعة عشر وستة من عشرة جيجا على السيرفر. شو يعني سيرفر? اعتقد انه في ناس مش عارفين ايش يعني سيرفر. ممكن اول مرة يسمعوا فيها. في ناس اكيد عارفينه. السيرفر هو عبارة عن حاسوب ضخم. بكون ملفات الموقع الالكتروني موجودة عليه. تمام? انا لما مثلا اطلب موقع الكلية. الكلية فيها حاسوب كبير. نسميه سيرفر. لما انت في بيتك من بيتك تروح طالب موقع الكلية. فبتكتب في البراوزر شو? انت بتروح بتكتب هان. في هادي. يو كاس صح? خلينا انا افتح. شاشة انكوغنتو عشان تكون فاضية. وهي يو كاس ضط اديو ضط بي اس. هذا موقع الكلية. لما تفتح الموقع هادا هايو بيحمل. شايفين التحميلة هادي اللي بتلف? هادا شو بيعمل في الوقت هادا كله? انا زيقنا و احنا بنستنى فيه. بلسه ما فتحش. طيب عبل ما يفتح والتحميل هايو شايفينه هادا كله. شو بيعمل? كل هادا هي عملية التواصل مع السيرفر. بيانات بتروح بتطلع منك وبترجع من السيرفر. فانت بيجي حاسوبك او لابتوبك بيطلب معلومات من السيرفر والسيرفر ببعت له اياها. شو ببعت له? نصوص صور فيديوهات ايش ما يكون? اللي هي الملتي ميدي هادي اللي هي الوسائط المتعددة اللي ببعت لك اياها. هاي نص. ها ممكن يكون صورة. ممكن يبعت لك ملفات كمان. يعني في ملفات مثلا بنسميها سي اس اس للناس اللي بتعرف في الويب. فهليتها هي فتح الموقع. وصلت من كل الملفات هادي من سيرفر الكلية. حاليا السيرفر اللي انا بحكي لكم عنه هذا الحاسوب الان شغال. ولو طفى هتصيروا تفتحوا الموقع ما يفتحش معاكم. قالت هاد السيرفر لو اتصل في عشر تلاف واحد وكان حجم الصفحة هادي واحد ونص ميجا. معناته كل يوم اربعتاش وستة من عشرة جيجا. بدنا عشان هدول اه اربعتاش وستة من عشرة جيجا ايش هدول? هاد حجم بيانات التراسل. يعني حجم البيانات اللي بتتراسل بين مين? بين سيرفر الكلية والمستخدمين. العشر تلاف هدول العشر تلاف. هادا سيرفر الكلية. كل يوم السلك بتاعه اللي طالع منه بالانترنت اللي رايح عن طريق شركة الاتصالات. مش هاكيد السيرفر هادا. كمبيوتر واصلوا من شركة الاتصالات. وهدا السلك عليه انترنت قوي جدا. كل يوم من خلال الانترنت هادا حيمر اربعتاش وستة من عشرة جيجا بايت. هادي حجم البيانات اللي حتطلع منه. انا بافترض انكم فاهمين اش يعني جيجا لانه اظن اخدتوه بالمدارس يا جماعة هادي. هيك بافترض. هيك معلومات انه هادي الحاجات بتاخدوها انتم بالمدرسة. فانا ما حكي يعني ها حجم كبير. صح? ممتاز. هيك انا متطمن. كويس. طيب هليت افترض انه شركة الاتصالات اجت للكليه قالت لهم انتو مسموح لكم بالشهر مية وخمسين جيجا. فاجوا يحسبوا اخر الشهر لقوا عندهم تلاتين ضرب اربعتاش ونص. اربعمية وخمس وثلاثين جيجا. هذا رقم خيالي. اربعمية وخمس وثلاثين جيجا بالشهر. يعني فاق الشهر يعني فاق الكمية القصوى اللي مسموح لنا فيها عند شركة الاتصالات. هيك الشركة ايش هتعمل? هتوقف النت عنا وحيصير بطيء جدا صح? وهدي نفس الكوتا اللي بتصير عندكم في البيوت. انه اذا انت ماخد كوتا من شركة حضارة مثلا كل يوم اربعة او خمسة او عشرة جيجا. لو استهلكتهم شو بصير? يا بيقى في الانترنت? يا بروح بصير بطيء جدا وبالتالي السيرفر هيبطلوا الناس يوصلوا لك ايا. طيب هدي مشكلة. قالت عشان نخفف المشكلة هادي. يا اما بنروح ندفع فلوس زيادة فلوس زيادة لشركة الاتصالات. وهي تكلفة عالية بتكون. تكلفة. يا اما بنروح للمصمم صاحبنا اللي خلالنا هادي الصفحة واحد ونص ميجا بنقول له حبيبي هادي لازم تكون نص ميجا. وإلا انا حال انفصل لك من الشركة وروح بديش اياك. هيك يعني بدك تحطه تحت الضغط عشان تقدر تخليه يضغط لك المعلومات والبيانات هادي لنص ميجا. نص ميجا بتفرج معانا صح? يعني بتصير العشر تلاف كل يوم تجيب لك مثلا يمكن خمسة جيجا بدل ارباطاش يعني هيفرج معاك كتير في الحجم. اذا الحركة البسيطة اللي انتو ممكن تشوفوها تصغير حجم البيانات هادي هتفرج معانا في التكلفة كتير. وهان هو البيزنس اللي له علاقة بالاتصالات وبالانترنت. يعني شايفين انتو هادي شغلة يمكن ما بتخطر في بال كتير من الناس المختصين حتى في موضوع الوساطة المتعددة. انه ليش انا ممكن ادرس باكالوريوس. ما هو هان الباكالوريوس بيظهر معاك. انك انت بتبدأ تتعلم اشياء اه اعلى من مستوى انك انت صممت صورة وبس. لا. كمان بدك تعرف ان الصورة هادي حجمها فيه عليه قيود. والحجم هذا لازم تكون فاهم ايش اصله. وكيف انا بدي صغره. فعشان هيك بدنا ندرس اصل الصورة. هل يتا بدنا نيجي الى اصل الصورة في الحسوب. الان الصورة في الحسوب اه وبالمناسبة الكلام هاد المفروض اصلا في المحاضرة النظرية نحكيه احنا. بس لانه احنا ما لحقتش المحاضرات النظرية لسه توصل لهذا المستوى. فهاي خلاص باعطيكم المعلومة. ولما نوصل للمحاضرة النظرية غالبا هنعيدها عشان الشباب اللي مش معنا في هاي المحاضرة حيضطروا انهم يفهموها. الان الصورة في الحسوب بتكون عبارة عن نقاط. وهذا الكلام كتير منكم بعرفوه واللي ما بعرفوش فالصورة هي عبارة عن نقاط. الان النقاط هادي ها بدي اعمل زوم كتير انا عشان اوصل لداخل يعني شوية تشوفوا النقاط. هاي نقاط شايفينها انا عمال ايو بالزبط. هادي بيسموها البكسلات. هالية البكسلات هادي بتاعت الصورة كل واحدة منهم بكون مخزن معلومة عنها في الحسوب. ايش المعلومة? المعلومة هادي بتحكي عن لون الصورة اه النقطة. فمثلا لو كانت احمر مفروضا اعطيها رقم للون. لو كانت برتقالة اعطيها رقم. وهكذا هاي ازرق. اذا كل الالوان هادي فيه لها ارقام في الحسوب بتمثلها. والصورة لما تتخزن ايش بيخزنو لها? بيخزنو لها ارقام الالوان بتاعتها. هيك في في الذاكرة يعني هما. يعني لو بدي اعمل هيك يعني تجربة صغيرة تحكي عن ابسط صورة لتخزين نقاط الصورة هادي. فالنقاط هادي طبعا توزيعها بيكون اكس واي. اتجاه اكس وهيك اتجاه واي. اللي هي سينوصات كنتوا تدرسوها بالرياضيات بالمدرسة. فهدول هما اكس واي. هل لات النقطة هادي مثلا ممكن يكون احداثياتها اكس صفر والواي صفر. النقطة اللي بعدها هتكون صفر او اه واحد وصفر او صفر وواحد. واللي بعدها صفر واتنين. واللي بعدها مثلا او نقطة لتحت بدها تكون مثلا تلاتة وتلاتة. كل نقطة لها اه رقم يميزها عم يميز موضعها. يعني وين هي النقطة هادي موجودة فعليا. هل لاتها كل نقطة هنيجي مثلا نقول النقطة واحد واحد لونها تمانين. النقطة مثلا اه واحد واتنين لونها خمسة وتسعين. النقطة واحد وتلاتة لونها ميتين واربعة عشر. وهكذا. هتظل لك انت اش تعمل? تكتب في الالوان. طبعا مش انت اللي هتكتب الكمبيوتر هو اللي بيخزن المعلومات هادي يعني بيخزن المعلومات هادية عن الصورة بتاعتك. فاتخيل انه اه الكاميرا بتاعتك لما في الجوال انت تكبس الضربة هادية الصغيرة. هو ايش بيعمل? هو بيعمل اسكان لكل محتويات العدسة. فالعدسة مثلا افطرت زي هيك كانت. وورا العدسة انت شايف شجرة. نيح. فهو المعالج بتاع. اسمعته في المعالج. السي بيو. مفروض اسمعته فيه. اه. انا بدي اسأل الشباب اللي جايين من توجيهه علشان اطمن يعني. اللي مخلصين دبلوهم اكيد بيعرفوا الكلام هنا. فالمعالج هادة بتاع الجوال اه بصير ياخد النقاط هدي كلها. كلها بعمل لها زي بالزبط. بصير يسحب فيها كلها. طبعا هذا اله سرعة. والسرعة هادي الناس اللي عندها كاميرات وبتفهم في موضوع الشطر والسرعة هادي. يعني هما عندهم فكرة عن القصة هادي. المهم انا هليت اخدت نقاطها كلها. كل نقطة من النقاط هادي باخدها. واش بعمل? وباخد اللون بتاعها. ففعليا هو بكون مبين عنده هانا النقطة هادي خضرة عشان الشجرة. مبينها اللون اصفر الشمس مسلا. فاخد كل النقاط هادي وبروحش بعمل بخزنها في ملف. مثلا زي ملف التكست فايل هذا. مثلا عنده النقطة خمسين ومية وواحد وعشرين. لونها مثلا اه مية وستة وثلاثين. وهكزا بخلي لك كل الالوان والنقاط مخزنين في ملف زي هيك. هذا الملف هو الصورة. هذا ابسط ما يكون. ابسط صورة او ابسط شكل لتخزين الصورة. الان انت بتروح وين? بتروح على برنامج او برنامج الصور على الكاميرا. وبرنامج الصور شو بعمل? بصير يمسك الملفات بتاعت الصور ويعرض لك ايها على الشاشة. فوش بعمل? بصير يفتح الملف هذا وياخد كل نقطة ويعرف لونها ويرسم لك ايها على الشاشة. وهذا الكلام طبعا كله بصير في كرت الشاشة ازا بتسمعه في كرت الشاشة. قالتها هدي ابسط عملية بتصير في موضوع الصور. لكن موضوع الارقام هادي بتفرج معانا كتير. طبعا هناك اسليب اخرى لتخزين المعلومات هادي اه اللي هي بنسميها خوارزميات الضغط. احنا مش معنين نحكي فيها. الان بنا نحكي في موضوع الارقام. ارقام الالوان. قديش ارقام الالوان لحد الاقصى منها. اكمل لون انا ممكن اخزن. بيجي هنا الموضوع بقول لك اقل اشي ممكن تخزن لونين. واكتر اشي ممكن تخزن اتنين قس اتنين وثلاثين. منيح? هادي اه لكل قناة لونية. طب انا ما بديش ادخل في مصطلحات صعبة عشان ما نصعبهاش عليكم. خلينا نحكي في الاتنين. ايش اللونين هدول? يعني لو بدك تفكر شوية اكيد مين هما? الابيض والاسود. هدول هما اللونين الاساسيات اللي يعني ممكن احنا نفكر فيهم. ابيض واسود. هدولة اللي احنا بنسميهم الصفر واحد في لغة الحاسوب. يعني انا ممكن بدل ما اكتب ارقام هان ممكن اصير اكتب صفر واحد. هان صفر. هادي مثلا صفر. وتطلع عندي خريطة بيسموها بايناري اميج. تعالوا نروح على اللي هو جوجل. وبدنا نسأل جوجل ايش يعني بايناري اميج. هاي بدي اكتب لي بايناري اميج. تمام? ونشوف بعض اللي هي الصور. هاي صور. نشوف ايش يعني بايناري اميج اللي هي الصورة الثنائية. شايفين الصورة اللي طالع عنا هان? ابيض واسود. فيش فيها ولا شي. فيش فيها الوان نهائيا. هان معنا كلمة بايناري. كلمة بايناري هيها. شايف? ما فيها الوان. فقط يا ابيض يا سود. ما في ولا اشي تاني. هاده الصورة. هذه الصورة للرأس. هذه أو سي تي. بتطلع لك صورة الرأس باستخدام أشعة معينة. هذه الصورة ما فيها ولا لون. إلا الأسود والأبيض. لونين? كيف بتخزن? هاي شايفين كيف بتخزن? زي هذا المثال. عدت هذا المقطع المربع هذا. فيه ألوان أسود وأبيض. ما فيش فيه غير هيك. فهذا المقطع من الصورة. اخده وكبرني في زوم. وصار يقول لنا النقطة الأولى واحد معناتها أبيض. النقطة اللي صفر معناتها أسود. فانت بتشكل المقطع. يعني هذا الجزء من الصورة. شايفين هاد الصورة لو بدك تمثلها في الحاسوب على شكل صورة ثنائية. اللي هي البايناري. او بسموها المونو كروم. هيك بدها تطلع معك. المنطقة البيضة هتكون صفر. لا هو المفروض العكس. صفر أسود والواحد أبيض هيك احنا بنمثلهم. طيب. ممكن هو عامل للصورة. لأنه في عمليات عكس للألوان. طيب نرجع تاني لموضوع التجربة. طيب احنا كيف ممكن نشي هذا يصير عملي معنا. يعني انت لو بدك مثلا تشوف صورة بطبعتها. اي مثلا لو رحت لجوجل انا وفتحت صورة او انا تو نزلت بالمناسبة صور. خلينا اروح للصورة اللي نزلتها. هاي مثلا هاد الصورة. انا اخذتها من جوجل. لان هاد الصورة لو بد اروح اخذها على الرسام. واحولها على صورة ثنائية. هاي مثلا الرسام. هاي نسحب الصورة بتاعتنا هادي ونفتحها على الرسام. تمام? اه هاد بالنشان خلزينها. فتحنا الصورة. هاي فتحت الصورة. هاي الصورة ملونة زي ما انت بتاخدها بكاميرتك. روح على وقل له هنا وفي خيارات الحفظ في اول نوع اسمه مونو كروم بتماب. اي اللي هي الصورة الاحادية. احادية اللون. او بسموها يعني الصورة ثنائية التخزين. اللي هي بت اه واحد وبكون فيها بايناري. اللي انا بتخزن فيها اه اما صفر او واحد. خلينا اجرب اخذنها. اي مسلا بدأ سميها صورة احادية. اللي هي المونو كروم. هاي اوكي. هاي يخزن لنا اياه والروحان. ايها. شايفينها كيف صارت? طبعا واضح انه خسر كل المعلومات اللي في الصورة. ليش? لانه احنا خزنناها مونو كروم. والتخزين هذا ما بياخدش الا اسود وبيض. الاسود وبيض هادول كيف بمثلهم في الذاكرة? بيمسك النقاط بتاعتك كلها. هاي النقطة مثلا. هاي مثلا النقطة هادي اللي هان. هاي هاد النقطة. لو بدي يخزنها في الذاكرة. يا بدي يعطيها صفر يا واحد ما بيقدر يعطيها اكتر من هي. طيب. بنلاحز كمان شغلة. الصورة الاصلية هاي هالي هي حجمة شايفينه تلاتة وتسعة من عشرة. عادي دفتح خصائص عشان تشوفوه. في خصائص الصورة بيعطينا حجم الصورة تلاتة وتسعة من عشرة ميجا. يعني اربعة مليون بايت. طب تعال نشوف هادي. اللي عملناها صورة اه ثنائية يعني ابيض واسود وبس. بدي افتح التانية هاي. هادي سبعمية وستة وتمانين الف. اللي هو سبعمية وتمانية وستين كيلو. يعني فرق كبير جدا في الحجم. هادي الصورة اللي ملونة اكبر بكتير منها. وين الحجم راح هذا? هذا الحجم راح في مكان التخزين. مين هو? هلقيتها كل نقطة من النقاط. بطل في حاجة اني اكتب لها ارقام كبيرة. فما بخزن لها في الزاكرة خانات كتير. ها بس بخزن لها خانة واحدة. كيف? هلقيتها لو رجعت في الزاكرة لموضوع البايناري اذا درستو بالمدرسة? فالبايناري هو عبارة عن خانات في الزاكرة. لو انا حجزت في الزاكرة خانة واحدة هخزن فيها يا صفر يا واحد. بالتالي ايش بخزن فيها? اكم رقم? رقمين? يا صفر يا واحد. طيب لو حجزت في الزاكرة انا خانتين. هقدر اخزن فيها صفر وصفر. وصفر وواحد. واحد وصفر. واحد وواحد. اكملون هدول? بطلعوا اربعة. هدولها اتنين بت. هدول بنسميهم اتنين بت. هاي بت وهي بت. يعني هدول مكانين في الزاكرة. انا قدرت اخزن فيهم معلومات. بينما هانا هادا بسموه الون بت. وهذه هي الحكاية اللي انت لو رحت على الفوتوشوب نفسها موجودة. هتلاحظ هانا ان فيه شغلة اسمها بت ماب. خريطة بتات. بمعنى انه نقاط الصورة فقط بت واحد لكل نقطة. عشان هيك في الخيارات شايف? راحة التمانية والستعش اتنين وتلاتين. بس ضل لك واحد. مش مسموح لك تعمل الا واحد بت. في هذا المكان. ولو فتحتها ما حيرضى يلون معاك. هادي صورة بتلونش. ما يعني هادي صورة ثنائية. صورة مش مسموح يعطيك فيها الا اسود او ابيض. ما بتقدر تلون فيها. حط ايش ما بدك الوان. ما يعني بس اسود وبيض. ما بيعطيكاش غير هيك. هادي هي ببساطة اللي بنسميها الون بت اميج. طبعا هي واردة في الكتاب هنا وحنشوفها ان شاء الله وحنشوف يعني ايش فيه معلومات في الكتاب مذكورة عنها. فطيب كيف بدنا نكبر الموضوع ونوصله لمستوى اعلى من هيك? اه قبل ما نكبره ونوصله لمستوى اعلى انا اللي رأيي منكم تجربوا تعملوا التجربة هادي. كويس. تنزلوا من النت اي صورة. وتخزنوها بالمونو كروم على الرسام. وتشوفوا كيف انك انت حتخسر كل الالوان. وبالاضافة للالوان انت خسرت كمان التدرجات اللونية. يعني لو انت اجيت للصورة هيك انا خسرت الالوان. لكن ما خسرتش التدرجات اللونية. شايفين اللون? راح. بطل فيه احمر واخضر. الالوان هدي كلها راحت. لكن صارت هذي زي التلفزيونات القديمة اللي كانت مش ملونة زمان. زيها بالضبط صارت. بدون الوان صح بس تدرجات موجودة. يعني قادر اميز انا. بس هديك بالمرة فيش تمييز راحت كل معالم التدرج. يا سوديات بيض صار. فالمعلومات راحت كتير منها يعني خسرت معلومات. وصغر الحجم. طبعا صغر الحجم ميزة اه. بس المعلومات انها تروح. هذي مش ميزة الا اذا كنت انت مش معني اصلا بالمعلومات. وكتيش ممكن تكون مش معني. ممكن تكون مش معني لو انت مثلا شغال على برنامج. البرنامج هذا بدو يبعد صور للمستخدمين. والصور هذي مثلا بدو يكون فيها اه نص. مجرد نص. يعني كلمة مثلا بده تنكتب. فالنص مثلا انقر هنا. عليها هذي الكلمة بحد ذاتها. ليش تكون هذي الصورة فيها متين اه اه الوان كاملة. ما نخزنها باينر. نخزنها وانبت. عشان حجمها يصغر كتير. هيك انت بتكون اختصرت حجم كتير في الصورة. مدام انت بدك ايها بس اسود وابيض الصورة. فانت لو خزنت الصورة هذي مثلا هي سيف از. تعال خزنها. منيح. اه بيت ما بعدية. ملونة يعني كاملة. يعني هيك الوان كاملة. هذي صورة الوان كاملة. اربعة وعشرين بيت بسموها. هذي حتمر علينا بعد هي. وتعال خزنها مونو كروم. فعليا قدام العين. لا هذي لون. لونين بدنا نسميها. لونين. وهي اوكي. هاي هذي لون الوان كاملة اتنين وتسعة من عشرة ميجا. هذي كديش? مية وسبعة وعشرين كيلو. طب مين اولا نحط على الموقع عنا صورة اتنين وتسعة من عشرة ميجا? ولا واحدة مية وسبعة وعشرين كيلو. والصورة نفسها. افتح هذي. هايها نفسها. انقر هنا بالاسود. وافتح هذي نفس الاشي. انقر هنا بالاسود. منيح. يمكن هذا اه اللي صار التغبيش. له علاقة بموضوع التحويل. خوارزمية التحويل. يعني لو عملناها على الفوتوشوب مثلا ممكن تطلع معاك اه انقى واقوى من هيك. بس خوارزمية التحويل في الرسام ضعيفة بتكون. فاذا موضوع الحجم بيفرق كتير معانا. طبعا احنا مش حنرفع على المواقع بي ام بي. ما حدا برفع بي ام بي اصلا. يعني المواقع الانترنت لها يعني شغل تاني. غير هي. بس احنا عملنا تجربة عشان نشوف كيف انه ممكن يكون الموضوع بلزم في حالات انه انت مش محتاج الوان. فليش تروح تحط صورة محتوية على معلومات الوان وتحجز في الذاكرة مكان. وبالتالي ترجع لنفس مشكلة صاحبك اللي بده ينزل الواحد ونص ميجا لنص ميجا. الان لو بدنا نروح لقصة اكبر شوية من موضوع اه الصورة الثنائية. الصورة الصورة الثنائية او اه ثنائية يعني التخزين اللي هي اه البيناري اللي ما فيش فيها الا بت واحد وحادية البت منيح وثنائية الالوان فيها لونين. اللي ات لو بدنا نروح لصورة بسموها الصورة الرمادية او اه الصورة اللي ظهرت قبل شوي معانا اللي قلنا عنها انها بتظهر هيها هادي في التلفزيونات القديمة اللي مش ملونة كانت. هاد الصورة كم بت بكون فيها؟ هاد الصورة بكون فيها تمان بتات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. وكل اه نقطة في الصورة هيكون مخزن الى في الذاكرة زي هيك تمن خانات. وكل خانة بكون فيها رقم اه اه يا واحد يا صفر. اه بس ايش في النهاية الرقم هذا اه هو بسموه رقم ثنائية يعني رقم باينار بيتحول لرقم ديسيمال. الرقم الديسيمال هاد من صفر ل متين وخمسة وخمسين. والدليل انا هقول لك الدليل. تعال هان على الكالكوليتر اكتب اتنين اوس تمانية ايها متين وستة وخمسين. اللي هما من صفر ل متين وخمسة وخمسين. هدول عددهم بطلعوا متين وستة وخمسين رقم. الصفر اسود. المتين وخمسة وخمسين هيكون معاك ايش? الابيض. الابيض. وبهيك انت بتكون شكلت متين وستة وخمسين درجة لونية بين الابيض والاسود. في النص هيكون ايش? رمادي. بعد هيك مثلا والله اجرب على الاسود زي الرقم مثلا مية. اقرب للاسود وابعد عن الابيض. مثلا الرقم ميتين وعشرين. قريب كتير من الابيض. هتلاقي هذا رمادي كتير فاتح. روح لرقم عشرة. هتلاقي رمادي غامج كتير. فهذه هي اه قصة الوان الصورة الرمادية. انه كل نقطة منهم بكون لها تمانية بت في الذاكرة. والكلام هذا ممكن انت تشوفه عملي. لو رحنا اه على الفوتوشوب. فتحنا ملف جديد. ففي عندك امكانية انك انت تعمل نيح وتختار له تمانية بت. لكن اه التمانية بت طبعا هاي بتكون. يعني الوان اه هل ممكن يزيد عن التمانية? ممكن. لكن كلها درجات بين الابيض والاسود بتكون. يعني هو بيخزن خانة واحدة فقط. لكل نقطة لون واحد. عدنا كمان شوية حنشوف انه في الصور اللي ملونة كل نقطة الها التلتة الوان. مش لون. تلتة الوان. فعلشان هيك موضوع بلزمه كحد ادنى تمانية بت. لو فتحنا هادي هتبدأ انت تقدر تلون لكن الوان كلها درجات بين الاسود والابيض. رمادي. منيح. غمق اللون روح للاسود اكتر. طبعا هاي الدرجات شايفين هم? هادول اللي هان. انا رايح على الحفة الاخيرة هادي. اللي هان. شوفوا شوفوا الرقم هادا. الارجي بي. هاي مية واحد وستين. هادا معناته اروح على اصغر واحد هاي صفر او متين وخمس وخمسين. منيح. روح الاسود صفر. فالابيض بيطلع معك متين خمس وخمسين. الاسود بروح صفر. منيح. اه زي الرقم عشرة زي ما قلت لكم قديش بدي يكون. يعني نطلعوا في النتيجة هايها. لو بدي روح للرقم متين. هاي الرقم مثلا متين تقريبا. هاي متين وثلاتة. شايفين متين وثلاتة? قرب كتير على الابيض. منيح. بس مش هتقدر تجيب الوان زي هيك. هادا اللون مش هيطلع معاك. هيطلع معاك اللي قباله على الاسود. لو خدت هادا بطلع قباله هادا الرمادي. منيح. ما بتفرق الالوان هادا هادا بس شاشة هيك منظر. الفوتوشوب بس مش مش مغيرينها يعني علشان خاطر النوعية الملف. فاحنا هناخد مثلا اللون اه الغامج هادا. منيح. وهي تروح مثلا ترسم فيه. هاي رسمنا فيه. وهي طلعت معاي. فا اه 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 هو الرسمة هادا طلعت من هان. من هادا اللون. مش مشكلة ممكن تستخدم لون التعبئة. ماشي. هلاتا ايش اللي بنستفيدو احنا من القصة هادا. انه بدنا نشوف قديش في فرق بين الصورة اللي ملونة والصورة اللي رمادية. فا لو احنا روحنا اخدنا نفس الصورة الملونة هادة على الفوتوشوب. وهل فعلا بفرق التمانية هادولة عن البايناري. عن الصورة الملونة. هاد بدي اعمال لك اياها من اميج ومود. وبدنا روح احول الصورة هادة لرمادية. فهان فيه حاجة اسمها عندي هادا بيغير مود الالوان. بيخلي لك الصورة هادة رمادية. فهاي الصورة هادة بتصير هيك رمادية معاك. هيبطل فيها الوان. فقدت كل الوانها. هل تروح خزنها. هي ودي اسمها صورة رمادية. الان بدنا نخزن الصورة الرمادية هادة بي ام بي. عشان بديش انا يكون فيه اي نوع من انواع الضبط. تمام? او ممكن جي بي جي. مش مشكلة ها. هي جي بي جي بس بناخد هاي صورة رمادية اللون. احفظوا الاسم هادة عشان ما نتخربطش في الصورة. صورة رمادية اللون. تمام? وهي جي بي جي. والجودة بتاعتها بدخلها اتناش. بعدين بنحكي عن موضوع الجودة مش مشكلة. عليت هادة الصورة خزنتها. وصارت الصورة موجودة عنا وينها صورة رمادية اللون. هيا. هادي اتنين وتمانية من عشرة ميجا. منيح? الاصلي قديش? تلاتة وتسعة من عشرة هيا. لكن هادي صارت اتنين وتمانية من عشرة. معناته الصورة ايش عملت? نزل حجمها. ليش نزل الحجم? لان الصورة الرمادية فيها الوان اقل. فيها اللي حكيناه مدول. اللي في الرسان توا. هيهم. فيها فقط تمن خانات. لكن لو بدنا نروح للصورة الملونة ها تنكبر الشاشة هادي. ونجي نحكي عن الصورة الملونة. الصورة الملونة مش هيكون فيها تمن خانات زي هيك. هيكون فيها تمن خانات لكل قنوات الالوان. وشو حكاية قنوات الالوان? طبعا احنا الالوان هيجعلها محاضرة خاصة يعني. بس الالوان في الطبيعة غير عن الكمبيوتر شوي. ولكن نفس الفكرة انه هو بياخد تلات الوان اساسية. وبروح بدمجهم. ونتيجة الدمج هادي بيطلع معا لون جديد. وبهيك هو بيقدر يوصل لكل الالوان اللي في الطبيعة. فالثلاث الوان اللي اختروهم هدولة في نظام الالوان للكمبيوتر اسمهم ارجي بي. اللي هو الرد احمر وجرين اخضر وبلو ازرق. طبعا هذا ليس هو النظام اللوني الوحيد. ولما نوصل لموضوع نظام الالوان هنحكي فيهم. على عجالة يعني هنحكي فيهم. بس انما. اه هليت عشان الصورة الملونة تتخزن. كل نقطة. كل بيكسل في داخل الصورة بدي يكون فيه له تلات خانات. مش خاء يعني يعني التمن بتات لكل خانة. هاي تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هاي تمانية للرد. وتمانية للجرين. وتمانية للبلو. صار كل نقطة في الصورة. قديش ايه لها? تمانية في تلاتة اربعة وعشرين. يعني كل نقطة في الصورة بديها صارت اربعة وعشرين بيت في الزاكرة. طبعا هذا الحجم تلات اضعاف الحجم اللي هان. هذا تمانية. هذا اربعة وعشرين. طبعا هذا واحد. يعني هذا التمن اضعاف هذا. هذا بده تلات اضعاف هذا. فهان احنا لما رحت انا عملت ايميج مود واخترت الجري سكيل هادي. وكأني بقول له في الذاكرة يا معلم حول لي الصورة هادي لتمانية بيت. كل نقطة خزن لي فيها تمانية بيت فقط. وبهيك انت حتخزن لي الوان ما بين الابيض والاسود فقط. لما روح على الفوتوشوب وقل له ايميج مود رجع لي اياه ارجي بي برجع مرة تانية شو بعمل برجع لي اياهم اربعة وعشرين بيت. طبعا في اه وحدات تخزينية اكبر من اربعة وعشرين. فالان احنا بنقدر نقارن منيح بين الصورة الملونة والصورة الرمادية. لو بدك تعمل تجربة من الصفر من بعملية رسم بسيطة. اه اه او قبل ما نعملها ايش رايكم التجربة هادي وبعدين بنعمل التجربة بتاعت الرسم. الان السؤال بقول ليش احنا بدنا اه نقلل جودة الصورة في حين انه احنا مثلا كمصمم انا بدور دايما او ببحث عن زيادة الجودة مش نقصان الجودة. لا هو الموضوع الموضوع بيعتمد على المتطلبات. مش 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 على انه والله جودتي اعلى من غيري. اه. اوكي. يوسف بس لو تطفل مايك علشان بس النويز اللي طالعة ايوه. عليت افترض ان انت مصمم. مصمم مثلا فيديو. بتشتغل في فضائية. منيح. والفضائية هادي مثلا مااخدة اه بث فضائي. فضائي. والبث الفضائي هادة. الجودة بتاعته ماكسمم مثلا فور كي. ما بقدر او 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 اه بلاش. منيح. ما بقدر يبث اكتر من هيك. قالت لو عملت له انت فيديو فور كي. وروح جبت كاميرا وسجلت فيها فور كي. وصدرت له الفيديو فور كي. ايش هتعمل فيه. هيقول لك انت والفيديو بتاعك روح روح. لانه انا مش مااخد ترخيص اكتر من الاف اتش دي. وبالتالي انا مش مش حينفعني شغلك هنا. فالموضوع بيعتمد دايما على شو. على قديش انت المتطلبات المتاحة اليك. فهدا مصمم عشان بيشتغل بال بالفضائية احنا بنحكي في احجام ضخمة زي هيك. روح لمصمم تاني اه او مختص وصات متعددة بيشتغل مع موقع الكتروني حصير يحكي بالكيلوات وبالبيتات يا جماعة. يعني بيحكي ليش? لانه في اعداد ضخمة بتكون بتزور الموقع. فالاعداد هدي بتتضخم بشكل رهيب. يعني هدي مثلا انا شخصيا صارت معي في فترة من الفترات منيح عندي سيرفر وقف. ومعادش يعني صار صار الموقع يبعتلي انه الموقع اه يعني اه الشركة الاستضافة تبعتلي ايميلات انه الموقع تاعك واقف. طب ايش الدعوة? ليش بيقف? فابحث ابحث ابحث لقيت انه في عندي تطبيق بيعمل اتصال على السيرفر. وشو بعمل في هذا الاتصال? اه بيطلب منه صور. منيح بيطلب صور من السيرفر. يعني الصور محملة على السيرفر. فهي السيرفر. والصور محملة عليه. اتخيل هل قيتها مثلا عندك في اكتف مثلا عشر تلاف واحد فتحين التطبيق. وكل واحد بتصفح في الصور. والعشر تلاف هدول بتصلوا على السيرفر. قاعدين في نفس اللحظة. هل قيت? نيح? ايش بيصير في السيرفر? بيهنق. بدك تبدأ تفكر يا عزيزي كيف بدك تختصر في احجام الصور هادي. بدك تختصر في حجم البتات. بدك تختصر في عدد الالوان. بدك تعمل ضغط للصورة نفسها. يعني في اشياء كتير بدك تبدأ تفكر فيها. حتى لو كان حجم الصورة اقصد اللي هو الحجم يعني الوث والهايت. هذا. هذا. هذا الوث والهايت. هذا لو كان زايد عن اللازم كمان بدك تصغره. بدك تصير تبتكر اشياء كتير عشان تقدر انت تقلل من الحجم عشان السيرفر يشطل. فازن معضلة كبيرة لو انت ما كنتش فاهم اساس الصورة وايش علاقة الصورة بالبتات هادي وكيف انا بدك اصغرها بدون ما اني افقد المعلومة. وكتيش بافقد المعلومة مثلا. لما يبدأ المستخدم يميز الصورة بتاعتك. يقول لك اذا الصورة مش واضحة. او اذا كان التطبيق بعمل زوم. اذا بعمل زوم في الصورة التطبيق عندك مثلا زي هيك زوم بكبر. فانت بدك تعرف ايش الماكس ممزوم. اعلى زوم بعمله التطبيق. وبناء عليه بدك تحدد حجم الصورة والجودة بتاعتها. فا اذا حتى انه مواقع الانترنت صارت علشان تطلع من القصة هادي. بتسمعوا مثلا في الورد بريس اذا في حدا منكم سمع فيه. في مثلا تقنيات فيه بيستخدموها علشان لما انت تطلب الموقع من جوالك يجيب لك صورة صغيرة. اطلبه من التابلت بيجيب لك صورة وسط. اطلبه من تلفزيون بيجيب لك صورة ضخمة. فبكون مخزن الصورة على اربع او خمس احجام. وكل حجم طبعا بكون اصغر. كل هذا في سبيل اه شغلة بنسميها التحسين. هذا يعني فيه ناس بتعمل دكتوراه في موضوع يعني عشان يعمل تحسين لموضوع الاتصالات. يعني الاتصالات هي التكلفة. تكلفة عندي انا كصاحب خدمة وعند المستخدمين. يعني انتو لو نزلتوا يا جماعة تطبيق بيحمل من النت كتير. وحيصير التطبيق شو بطيء. وبالتالي اش هتعمل? هترموه. فصاحب التطبيق هيخسر وانتو مش هتستخدموه ومش هتستفيدو من خدماتو. فاحنا بنلجأ لشغلة اسمها التحسين. فبنصير نحسن في الصور. طبعا التحسين اللي في الصور بيلحقوا تحسين بايش? بالفيديوهات كمان. يعني المفهوم يشمل كل شيء. فاتمنى تكون الصورة وضحة بالنسبة لك يوسف وكل الشباب اللي بيسألوا عن موضوع. ليش احنا ممكن نلجأ انه نفكر في تقليل الجودة. طيب الان لو بدنا نروح على الفوتوشوب. ونفكر نعمل هالتجربة. بدي اسكر هدول الملفات. اه هو انا عفكرة عشان الكامتازيا بعمل معالجة فبتلاقيه ببطء الفوتوشوب شوي. جميع الاحوال. هاي بدي اعمل تلات ملفات خمسمية في خمسمية. نفس الحجم التلاتة. الخمسمية هدي عرضه خمسمية بيكسل وارتفاعه خمسمية بيكسل. طبعا يعني خمسمية نقطة لونية او نقطة رسومية والارتفاع خمسمية. وبيدي سوبكم من هذا قصة تانية بعدين نحكي فيها. الآن آآ هذا موضوع بدنا نختار بالبداية وهي اختارها شايفينها? وبدعمل اوكي. وبعدين بدي افتح ملف جديد وبدي احطه خمسمية برضو في خمسمية. بس هادي المرة بدي اختار وهاي اوكي. التمانية بت. تمانية بت طبعا هدي معناها لشو? للنقطة الواحدة لون النقطة. الملف التالت تمانية بت. بس برضو العرض والارتفاع خمسمية في خمسمية. هيك بدي اعمل يعني آآ نوع من العدل بين التلات ملفات. وبدي ارسم في كل واحد من التلاتة رسمة. نفس الرسمة بدي ارسم. آآ للناس اللي بعرف على الفوتوشوب. انا مش فاكر صراحة. آآ فيه امكانية نرسم آآ دائرة بتذكر كانت بحجم ثابت مثلا حجم مية في مية. مين فاكرها؟ الظنية دكتور بتضغط على شفت او آآ حاجة زي كده. آآ هيا. هيا هيا هيا. شفت بتعطيلك آآ دائرة منتظمة. نيح. هو ممكن بايدي اجيبها. بس استنى لحظة شوية تذكرت. فيه انا شغلة هيو. كتبها هو مية في مية. صح? هادي. تمام او ازا ضغطت على الشاشة ضبطة بجيب لبطة. صح? ايوة ايوة بالزبط ينور عليك. هاي هاجة. تمام. ممتاز. هاي آآ هاي هادي مية في مية. وهي هان كمان دائرة مية في مية. حلو. وبدنا نروح على هادي. هاي نعملناها على الثلاثة. تمام? الثلاثة زي بعض صارو. مش مشكلة المكان بفرقش. المكان ما بفرق كتير. هات نبدا نخزن. هاي كونترول اس. بدنا نخزن الثلاثة بي انجي. الثلاث صور من نفس الفرمات. منيح. عفكرة هاي التجربة موجودة. بس بدي اعمالهم با آآ. هاي مسلا بدي نسميها. ايش نسميها? سيركل. هاي سيركل ون. او بلاش. دائرة. وهدي بدنا نسميها صورة صورة نقطية. البيت ما بيعني صورة نقطية اللي هي واحد بت. بت ما بيعني صورة نقطية. تمام. بدناش يضغط الصورة نهائي. كلهم بدنا اخزنهم بنفس الطريقة. هاي نن. تمام بدون ضغط. وهي هادي اللي هي الجري هادي. هادي باقدرش احط فيها الوان بس ممكن احط تدرجات الالوان. وهاي بي انجي. وهي هانا بدنا نسميها دائرة بس هادي بدها تكون صورة رمادية. تمام? وهادي بدها تكون تمانية بت. وبدنا هاليات نطلع نشوف الاحجام. وبدنا هادي برضو هاي ما بدناش يضغطها زي ما هي. طبع موضوع ضغط موضوع تاني. له علاقة بتخزين طريق التخزين المعلومات اه في الذاكرة. لانه ما بيخزنهم زي ما احنا شايفينهم هيك. بيخزنهم طريقة تانية. بدون ضغط بيخزنهم زي هيك. رو ديتا بيسموها هادي. التالت هادي صورة ملونة. بدها تكون. وهادي فيها اربع وعشرين. لانه انا اخترت تمانية. تمانية في ثلاثة بيطلعوا اربع وعشرين. هاي اربع وعشرين وهي اوكي. وهي نن. اوكي. تعال نروح. ما فيش ضغط. نروح على الثلاثة. هاي الرمادي مية متين تسعة وخمسين. الاربع وعشرين سبعمية وسبعة وعربعين. وهادي اربع وخمسين. اظن هيك واضح جدا الفريق في 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 الحجم. طبعا على الوضع اللي انتو شايفينه هذا. اذا هي صورة بس مجرد ابيض واسود زي هيك. منيح. فايش خيارك بدي يكون. هتقول لي بدي عملها تمانية بت. حرام. حرام. يعني ليش تعملها تمانية بت. ما هي الوان بت اربع وخمسين كيلو. مقابل متين وستين كيلو. يعني فريق رهيب في الحجم. فاذا في عند صورة مثلا زي هيك. لا الاولى ان انا انا عملها اوان بت في حالة زي هيك. وهاي الاربع وعشرين طبعا سبعمية وسبعة وربعين. يعني اكبر منهم كلهم. فخلص هيك وضحة كتير مع انا موضوع يعني هانا التجربة عادلة هادي. كلهم نفس الكمبريشن نفس الضغط ونفس الفورمات ونفس الابعاد ونفس الرسمة من الداخل. وانا كنت يعني اه متعمد ان ارسم نفس الرسمة من الداخل. يمكن في منكم بقول لي واش فرقت? لا بتفرق. اللي بتفرق انت روح في كاميرتك في كاميرت الجوال صور صورة للسماء مثلا. وصور صورة لمنطقة طبيعية زي هيك. حتلاقي الصورة هادي اللي في المنطقة الطبيعية اه حجمها اكبر من صورة اللي صورتها للسماء. لانه هذا ايه علاقة في خوارزمية الضغط? هانا الجي بي جي هدي انواع صور مضغوطة. فخوارزمية الضغط لما يكون فيه تغير كتير في شكل الصورة بزيد حجمها. لما يكون فيش تغير كتير في حجم الصورة عفوا في البترن اللي هو الرسم تاع الصورة بتلاقي الضغط اكبر بيكون. فخوارزمية الضغط بتختلف. عشان هيك انا روح اتيش اعملت كمان هدولة يعني نفس الرسم عشان يكون المقارنة عادلة جدا بينهم. اه اوكي هيك احنا يعني تقريبا وضحت الصورة بخصوص موضوع البتات الواحد بت والتمانية بت والاربعة وعشرين بت والصور هدي فهمنا ايش القصة تاعتها. وبرضو اذا فيه تساؤلات بنرحب فيها بيضل بس في معلومة اخيرة بدي اعطيكم اياها بخصوص الفرق بين الصور الجي بي جي والبي ان جي والمحاضرة الجاي ان شاء الله بنكمل على الامج فورمات وعلى الكالر مودس وموضوع يعني اشياء تانية. فهل في اسئلة في اللفات يا جماعة? ما فيه تمام امتاز. طيب العيطة في عندنا نوعية من الصور بسموها الفورمات او في صفة بسموها الفورمات اللي هي صور البي ان جي مثلا او صور الجي بي جي. العيطة الصور هدي فيه فرق بينها في الحجم وفي طريقة التخزين وفي كمان صفة مهمة كتير والمصممين بعرفوها يعني شباب الدبلوم اكيد اللي خلصوا دبلوم وساط اكيد عارفينها منيح. وتعاملوا مع النوعين هدول. طبعا هدول النوعين من الصور اه هيني بدي اخدها انا في تجربة لحالها. اوكي هتناخدها في رقم تلاتة. هاي مثلا صورة بدنا نسميها صورة رقم واحد. هلية الصورة هدي نزلتها من الانترنت. وبدي اروح افتحها على الفوتوشوب. هلية بعد ما اخفتحها هاد الصورة طبعا نزلت معي جي بي جي. كيف بعرف انها جي بي جي? هاي امتدادها جي بي جي. امتداد. هلية هذا الامتداد بيسموه الفورمات. الفورمات يعني الهيئة او الهيئة او التهيئة او الشكل اللي اتخزنت عليه. وهذا هنشرح قصته بعدين يعني مش معني انا ادخل في تفاصيله وهذا في المحاضرة النظرية هنحكي عنه. بس النما هلية لو انا مثلا في عندي اه خليني اعمل تجربة. بدي افتح ملف. هاي خمسمية. في خمسمية. وارجي بي خليه مش مشكلة. اوكي. وبدأ ارسم دائرة زي توا. اي مثلا اه دائرة في المكان هنا. اوكي. والدائرة هادي. بدي الباكجراوند هادي يعني خلفية لونية. النيح بدي احزفها. هاي باليمين. وهاي وين الديليت? هاي الديليت. وهي يس حزفتها. ظهر وراها الشكل هذا. طبعا المصممين بعرف وهذا الشكل هو يعني رمز او رمز يعني رسومه بمثل اه حكاية اللي هي الشفافية. الان هاد الصورة بدي اخزنها مرة جي بي جي ومرة بي انجي. هاتي نشوف عملية التخزين. نفس الصورة. هاي كنترول شفت اس. اللي هو نفسه اه فايل سيف اس. وبدي اروح على تجربة رقم ثلاثة. وهان بدي اه اخزنها من نوع بي انجي اول شي. هاي بي انجي. وهي بدي اسميها صورة بي انجي. منيح. مش هممني انا الفرج في الحجم هاليت. مضغوط او مش مضغوط مش فارقة. وبعدين نفسها كنترول شفت اس. وبدي اخزنها صورة جي بي جي. وهي بدي اسميها صورة وهي جي بي جي. وبعدين مش مشكلة قديش الجودة بتاعتها. هاي اوكي. هليت بعد هيك بدي اروح على الصورة بتاعتنا هادي. وبدي اجي للملفين هدول. هاي الصورتين تاعتنا. هليت بدي اسحب صورة الجي بي جي هادي. وهي بدي اروح احط لك اياها في المكان هادا. هاي نجبت الصورة. تمام. وهي انتر اجت الصورة معانا. كويس. نسحب الصورة التانية. هاي صورة البي انجي. ونحطها هان. وهي اوكي. هاي انتر عملت. شايفين الصورة البي انجي كيف اجت? لكن صورة الجي بي جي اجت بالشكل هذا. هاي. طبعا هذا الفرق الاكثر شيوعا في طرق في قصة الاستخدام. يعني وقت ايش احنا بنقرر بدنا نستخدم صورة بي انجي او صورة جي بي جي. اذا كانت الصورة اللي بدنا نستخدمها لازم تكون مفرغة. فما بنفع استخدمها جي بي جي. لازم اروح اجيبها بي انجي. فهذا النوعية من الصور بتراعي اللي هي شفافية الصور. وبالتالي بتساعدني في دمج الصور. وهذه من التطبيقات الكتيرة اللي في الحياة يعني انه احنا ندخل صور على بعض ويندمجوا. يعني مثلا في احد التطبيقات اللي مرت علي كان المستخدم شو بيعمل? بنزل صور ونصوص على الشاشة. زي مثلا افترض انه كيف الفوتوشوب عنا هان فيه ادوات. بدل الادوات هادي اه ممكن يكون عندك شاشة بيضة زي هيك. وهان على اليمين مجموعة نصوص. وبيمسك المستخدم النص وبرح ساحبه وحطه هان. وبيمسك النص البعد وبرح ساحبه وحطه هان. وممكن يكبر ويصغر النص ويعمل شوية حاجات يعني. فعليت النص هدا لما يسحبه. لو كان صورة جي بي جي هيطلع معك زي هيك. يعني النص هيجي مع المربع الابيض تاعه. لكن لو كان صورة بي انجي. حتسحب النص وحيمشي معك زي هيك. وهيها لو بدك تعملها يعني انا اعملها لو بدكم ناخدها جاهزة اطواقع موجودة. هيا. هيا هادي الصورة او هدا النص انا كتبته على الفوتوشوب وخزنته مرة جي بي جي ومرة بي انجي. تعال اسحب الصورة الجي بي جي هيجي لك النص بس للاسف هيكون له خلفية بيضة. هيها. هادي الصورة مش هتنفعنا هيك. لكن لو كان النص مخزن بي انجي. فحييجي معك زي هيك. فاذا انت بدك تبرمج مثلا برنامج والناس مثلا تصير تنزل النص هذا. كويس. فلازم النص يتخزن معك شو يتخزن اه صور بي انجي. فهذه هي الفرقية البسيطة بينهم. طبعا في فرقات تانية. لكن احنا الفرق التاني اللي بدنا نعرفه. انه اذا انا كنت مش معني بموضوع الخلفية اللونية. انه انا مش مش فارقة معايا يكون مفرق ولا مش مفرق. فساعتها اختار الجي بي جي. لانه الجي بي جي هتكون حجمها اصغر من البي انجي. اي البي انجي شايف? نفس نفس الاشي. يعني نفس الحجم. ونفس الكلام مكتوب. هذه الصورة طلعت سبعتاش. هذه طلعت خمستاش ونص. فالجي بي جي بتكون اصغر. فيه امكانية لضغطها اكتر. المشكلة البي انجي لما تيجي تخزن بي انجي. شفتم ما في خيار الا خيار واحد فقط. لا اه الضغط هاي. هاي البي انجي لو بدأ اخزن بي انجي. شو بيعطيني? مضغوط ولا مش مضغوط? بس. بس روح اعمل وخزنها كجي بجي. هناك امكانية للتحكم في مستوى الضغط. اذا الصورة بدك اياها مضغوطة كتير. نزل. هاي ملفه صغير. يعني هيك بخرب لك الجودة على الاخر. بس ايش بعمل? بيعطي لك صورة مسخوطة. يعني صورة صغيرة جدا. صغيرة الحجم. يعني حجمها في الذاكرة قليل. برضو بيعطي لك صورة جودتها عالية. يعني ممكن انت مثلا على الوب اللي اتناعش والسبعة زي بعض تلاقيهم. مش هيفربوا كتير. انا بالعادة لما بدي ارفع مثلا صور على الويب. برفعهم بسبعة. بعد السبعة ممكن العين تبدأ تفرق الجودة. طبعا موضوع برضو معايير اخرى يعني بتتحكم فيه زي ما قلت لكم اذا المستخدم بدي يعمل زوم للصورة فساعتها هتضطر انك ترفع في الجودة. اذا ما في زوم اه ممكن تقول انه لا خليها سبعة او اقل. اذا مثلا راح صاحب الموقع او التطبيق قال لك يا عمي انا ليش انت عملي صورة كبيرة? انا تسعين بالمية من المستخدمين عندي موبايل. وعشرة بالمية اللي بيجوا من اه الدسكتوب. فاناش بدي في الصورة الضخمة. خلص صغرهم خليهم عقد الموبايل. بدي يهم صورة صغيرة ومش مشكلة هدول عشرة في المية لو شافوا صورة مكسرة ومشنفرة شوية مش فارقة كتير. بس والله القصة هدي هتوفر معايا كتير. وحيصير فيه امكانية انا اعمل كمان موقع تاني على السيرفر. بدلا ما اروح احجي السيرفر تاني. فانت هتوفر عليه 200-300 دولار بالسنة. فبتصير. عادي يعني. هل يتمفترض انت انت كمختص يكون هذه الحلول حاضرة عندك. انه انت تقدر تقدم حلول زي هيك لصاحب المصلحة.